ما حضراتكم شفتوا هذه المنصة الحقيقة هتبقى جزء أساسي من اللي احنا بنعمله في موضوع التعليم بس عاوز أقول لكم الأستاذ إيهاب والطالبات نور وميار نموذج لعدد ضخم جدا من مع أن احنا بنعلن عن المنصة النهاردة إنما هي بقالنا عشر أيام في موجة ماشية في المدارس المصرية عشان مدأسادة المعلمين يخشوا عليها والطلبة لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دخل على هذه المنصة ومسجل عليها 981.716 معلم مصري حوالي مليون معلم موجودين على هذه المنصة والطلبة اللي فتحوا دخلوا على فصولهم أكتر من 5 مليون 5.438.351 ألف طالب عدد الفصول الافتراضية اللي تم إنشاءها لحد النهاردة 1.358.750 فاصل فده عدد ضخم جدا الأجمل من كده إن في حوالي 417.788 ولي أمر موجودين على المنصة ومهتمين يكونوا مع ولادهم على المنصة دي وإحنا لسه في أول الطريق فخلال الأيام القادمة إن شاء الله الأرقام دي هتزيد الخمسة ونص مليون طالب اللي عليها نتوقع إن هم يزيدوا لحد 20 مليون طالب هيبقوا على هذه المنصة ويكتمل عدد المعلمين لهم حوالي مليون دلوقتي هزيدوا المليون و300 ألف فعملية ضخمة جدا حضراتكم كمان أي حد محتاج دعم فني يفتكر الأرقام اللي كانت موجودة على صفحة idmodo.org دي أرقام الدعم الفني اللي الوزارة بتوفره مجموعة كبيرة جدا من التليفونات لأي حد عاوز يسأل عنده أي مشكلة في الدخول أو في تغيير كلمة السر بتاعته يقدر يسألهم عليها وهيساعدوه بإذن الله الحاجة الثانية اللي عاوز ألفت النظر لها أن الوزارة الحقيقة تعاونت أو تعاون معنا شركة مايكروسوفت المعروفة علشان توفر أوفيس بالكامل أو برنامج أوفيس اللي جواه ويرد وباور بوينت وإكسيل لـ 20 مليون طالب بدون مقابل كدعم من الشركة لنا في هذه المنظومة الجديدة وده اللي حضرتكم شفتوه على المنصة ممكن كل الطلاب يتعلموا يكتبوا بهذه الأدوات وجزء جبير من تعلمهم وتحضرهم للمستقبل أنهم يتعودوا على هذه الأدوات زي ما اتكلمنا على سؤال الإنترنت وجود الإنترنت مفيد صحيح ونحاول نوصله ولكن في حالة تعذر ذلك دايما في حلول موازية على الورق هنوفرها والنمازج بتاعة المشروعات اللي على المنصة ممكن تبعاتها ونكتب عليها بخط الإيد نهتدي بها يعني ونقدمه برضه موضوع تسليم المشروعات لأنه سؤال متكرر جدا سواء في مصر أو لأبنائنا في الخارج ده إحنا اتفقنا هنرد عليه نقول لكم كل طرق التسليم المتنوعة يوم واحد مايو فننتظر إلى هذا الحين إن شاء الله وهنقول لكم كل تفاصيله النهاردة إحنا كمان كنا وعدين حضراتكم إن إحنا هنطلق أو هندي لحضراتكم المشروعات بتاعة طلاب الدمج وطلاب أولى وتانية سنوي منازل وولدنا في الخارج فقط المجموعة دي من المشروعات تكون موجودة النهاردة على موقع الوزارة تقدروا حضراتكم تاخدوها اللي هي مشروعات طلاب الدمج في سنوات النقل ومشروعات أولى وتانية سنوي منازل وأبنائنا في الخارج أولى وتانية سنوي عادة هذا هيمتحنه إلكترونيا في المعاد حسب الجدول لعشان ما نتلخبطش يعني طبعا حضراتكم شفتوا الأستاذ إيهاب كنموزج لمعلم مصري الحقيقة دخل واكتهد وفتح الفصل وساعد الولاد إحنا واسقين إن كل المعلمين في مصر المليون اللي على المنصة هيساعدوا الولاد وهيردوا عليهم وهم أول خط الولاد تسألوا فدور المعلمين هام جدا في الإرشاد والتوجيه وتحميل المواد المفيدة على هذه المنصة عشان تبقى في إيد كل الولاد إحنا هننزل خلال الأيام القادمة على موقعنا على مواقع التواصل وعلى موقع الوزارة إرشادات لاستخدام إدمودو أكتر وهنديكوا فيديوهات وإرشادات ودليل للطالب وممكن نغير الشكل نحسن فيه وإحنا ماشيين وفي نفس الوقت هنديكوا إرشادات موازية عن منقصة البس المباشر اللي الوزارة بتقدم فيها برضو خدمات حية وبتعمل مكتبة تسجيلات للي مش هيقدر يخش عليها في الوقت بتاعها كل ده بالتوازي مع قنوات التعليمية عشان نخدم اللي عنده شبكة أو ما عنده الشبكة وأتمنى البوكيدة من الحلول ما بين المكتبة ومنصة البس المباشر والمنصة اللي في المدرسة وقنوات التعليمية والمشروعات كلها تفيدنا في المرحلة اللي احنا فيها وفي السنوات الجاية إن شاء الله